بغتت الشرطة التركية جموع المعتصمين في ميدان التقسيم في اسطنبول واقتحم عشرات العناصر من شرطة مكافحة الشغب الساحة الشهيرة مركز الحركة الاحتجاجية ضد حكومة رجب طيب أردوغان التي تشتاح تركيا منذ 12 يوما مستخدمين القنابل المسيلة للدموع وتمكنت أعداد كبير من رجال الشرطة والمدرعات المجهزة بخراطيم المياه من إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون على الطرق المؤدية للميدان لكن الشرطة التركية لم تتحرك باتجاه حديقة جيزي المحاذية للميدان حيث نصب مئة المحتجين خياما لهم وعلى رغم من أن الشرطة دخلت الميدان في ساعات الصباح الباكر إلا أن المعتصمين واجهوا الشرطة التركية التي أطلقت الرصاص المطاطي مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المعتصمين وفيما اعتبر العديد من القائمين على حركة الاحتجاج أن الحكومة التركية غدرت بهم وأنهم تعرضوا لهجوم الشرطة التركية على حين غرى في وقت كان ينتظرون فيه بدء الحكومة في أنقرة لمفاوضات جدية وللاستماع لمطالبهم تأتي هذه التطورات بعيد ساعات على إعلان الناطق باسم الحكومة التركية اعتزام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لقاء زعماء حركة الاحتجاجات هذا ومزالت فعليات هذه الحركة المعارضة لحكومة التركية في قمة زخمها في مدن تركية عدة منها العاصمة أنقرة وإزمير وأنطاكيا موسيقى موسيقى شكرا